على الرغم من حسم المحكمة الدستورية الجدال الدائرة بشأن غانون منع الاختلاط بالتأكيد على دستوريته إلا أن حيثيات الحكم التي دونتها المحكمة سترفع حرارة الجدال الدائر بشأن غضية منع الاختلاط فرغم مضي ساعات غليلة على الحكم إلا أن التفسيرات والتعليقات لم تتأخر كثيرا فالحكم كما يبدو حمل رسائل واضحة دعا فيها المشرع لممارسة اختصاصاته في مواجهة الاختلافات الموجودة بالغانون أبرى المنبر التشريعي وبهذا الحكم يبدو أن المعركة التي دارت روحها في ساحة القضاء على امتداد سنوات ستعود لتستغر تحت قبة عبدالله السالم وتخضع للنغاش والتمحيص لتعديل الغانون وإدخال مواد جديدة عليه أو باستبعاد حجر رافضي الغانون قبل أن يلغى في المياه التي أسكنتها حكم الدستورية أهم ما أثبته حكم الدستورية الجديد سماحه بالاختلاط بالقاعة الواحدة بتخصيص أماكن للطلاب وأخرى للطالبات ما يعني إعفاء الجامعة من إنشاء مباني مستقلة الدستورية أيضا فتحت ثغرة في جدار الحكم الشرعي الذي يستند إليه المعارضون للغانون إذ أكد الحكم أن مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير الثابتة بحكم شرعي وهو ما اعتبره البعض دعوة صريحة لمجلس الأمة للقيام بدوره الرغابي والتشريعي ومناغشة هذه الغضية بشكل هادئ وموضوعي بين جدران بيت الأمة